ازايكم اصدقائي في جريت فايف عاملين ايه? يلا نبدأ السنة من اولها بحماس احنا اتأخرنا. هنبتدي النهاردة ساينز. يونت وان اللي هي الانرجي. واول اللي سن فيها هو اللايت. يلا بسرعة نبدأ الدرس. زي ما احنا عارفين يعني ايه انرجي? ايه هي الانرجي? مين يقدر يعرفها لي? برافو. بمعنى قدرتنا على ان احنا نعمل عمل او نحدث تغيير. تمام? طيب ايه هي الفورمس اوف انرجي? على سبيل المثال فور اكزامل عندنا ساوند انرجي طاقة الصوت. لايت انرجي طاقة الضوء زي الصن مثلا. ماجنتيك انرجي الطاقة المغناطيسية زي المغناطيس كلنا عارفينه طبعا. دول على سبيل المثال. طيب. طبعا كلنا فاكرين ان فورمس اوف انرجي can be changed from one form to another form. يعني تقدر تتغير من شكل لاخر. زي ضوء الشمس نقدر نحوله من لايت انرجي لحرارة. تمام? انلايك مست انرجيس لايت انرجي is a form of energy that can be seen. الطاقة الوحيدة اللي نقدر نشوفها. الطاقة الوحيدة المرئية هي طاقة الضوء. وعشان كده بنسميها the visible spectrum. يعني الطيف المرئي. ايه هو ال visible spectrum ده? it is the light energy that can be seen. وده طبعا سؤال بيجي define في الامتحان اساسي. طيب. الدوء ده ليه مصادر وليه خواص. sources of light and properties of light. هناخد كل واحدة فيهم بالتفصيل عشان ندرسها ونفهمها. نعرف مصدر الضوء ايه? وخواصه ايه? يلا بينا. sources of light. ايه هي المين source of light? هي sun. دي اهم مصدر للضوء. طب ايه تاني ممكن يطلع علينا ضوء? candles برافو. الشمع. طب زمان كانوا بيستخدموا حاجة اسمها كيروسين لام. دي لامبة بتشتغل بالجاز كيروسين. تمام? طب ودلوقتي احنا بننور بايه? electric lamp. برافو. تمام. يبقى احنا عندنا four sources of light. very important point. عايزين نقولها ليه المون مش مصدر لللايت? ليه ما اعتبرناهوش مصدر لللايت? ما كتبناهوش? انه هو من ضمن المصادر الاربعة. moon is not considered as a source of light. why? برافو. because the moon light is a reflection of sunlight that falls on its surface. عشان هو بياكس ضوء الشمس اللي بيقع عليه. مش هو اللي بيطلع الضوء. الامر ما بيطلعش ضوء. هو وبيعكس ضوء الشمس. ده سؤال give reason اساسي جاي. طيب. number two. properties of light. ايه هي خصائص الضوء? اول حاجة هو traveling in straight line. اللايت لازم بيمشي في خط مستقيم. ما بيمشيش كيرفات. يعني ما بيمشيش ويروح مكسور كده ولا في فريح في حتة تانية. لا. number two. transmitting through different materials. يعني بينفز من خلال مواد مختلفة. سواء transparent translucent او opaque. تمام? يعني شفافة او نص شفافة او معتمة. number three reflection. اللايت بيحصل له انعكاس. بمعنى انه هو لو قابل مراية مسلا او زجاجة عكس بيمشي في خط مستقيم بيروح بينعكس بزاوية ميل في اتجاه تاني خالص. ده اسمه انعكاس. غير. number four reflection. ده انكسار بمعنى انه هو لو الدوق ماشي في خط مستقيم وقابل حاجة زي ميا مسلا بيمشي في خط مستقيم وبينكسر بزاوية بسيطة عن زاوية الانعكاس ما بيرجعش في اتجاه مختلف. لأ بيمشي بس بزاوية مختلفة تانية خلال الماتيريال دي. number five separation of light. الضوء الابيض بينقسم للسبع الوان بتوع الطيف. اللي هما كده احنا خدنا هنبتدي باول واحدة هنفهمها باكتفتي بسيطة جدا. هنجيب كام شيت كارتون كده تلاتة مثلا زي اللي في الصورة كده ونعمل فيهم هول على straight line. تمام؟ ونحط كاندل قدامهم. ونبص من الهول اللي في الناحية التانية. هنلاقي ايه؟ الاوبزورفيشن بتاعنا. هنشوف الضوء. طب لو حرقنا شيت منهم يمين او شمال بحيث ان الهول ما بقاش في straight line. هنشوف؟ لأ طبعا مش هنشوف. ده معناه ايه؟ ان احنا لو ما مشناش في خط مستقيم مش هنشوف الضوء. يبقى light travel in straight line. وده المترطب عليه ايه؟ اول حاجة ان احنا بنشوف نارو اميجز. فورميشن اف اميجز فروم سرو نارو هول. نشوفها صورة مصغرة وامورتت. تاني حاجة. فورميشن اف شادوز. ليه بينشأ الضل? عشان light travel in straight line. طبعا ده بتيجي اسئلة give reason في الامتحان. ليه الاميجز? فورميشن اف اميجز سرو نارو هولت او فورميشن اف شادوز. وبيبقى في الحالتين الانسر بيكوز light travel in straight lines. بتبقى الاميج مينيمايزد وامورتد. wait for us for part 2. and don't forget like and subscribe. اقلوا الورقة بتاعت الريميمبر فيها الديفينيشنز كلها اللي جات في الدرس واللي احنا وملخص اللي احنا قلناه علشان مراجع سريع كده. ولو في حاجة ما فهمتهيش في الحلقة عيد الفيديو ووقفوا على الحتة لما فهمتهيش لحد ما تفهمها. واي اسئلة اكتبوا في التعليقات. واستنونا في part 2 هنكمل الليسون وهنكتب اسئلة في اخر الدرس. اللي هم مع بعض. واكتر حد هيحل صح. هكتب اسمه في التعليقات. واكتب اسمه في الفيديو الجاي. باي باي. هتوحى شوين.